انا برضو اللي يهمني يا كابتر كلمة انت قلتها دلوقتي انه اه انا خلصت بعد كده حقعد في الجنينة اه اه وحسقف للبعدي طبعا هذا هو النادي الاهلي انا قاسف جدا الكلمة دي هي عائلة النادي الاهلي اللي هو انا ايه خلصت فانا بقعد في الجنينة يعني احنا بقلنا بقلنا انا بقلي مثلا فترة طويلة جدا بروح النادي على طول يعني طبعا فبنشوف يعني انا بشوف كابتر رقوف عبدالقاتر موجود على طول بشوف قبلها كابتر رقوف موجود في كل الماتشاط طبعا طبعا موجود وبيبارك وبيجي لا انا مش عصدي لكن اصدي انا بتكلم بصراحة شديدة انا هقول لك هقول لك حاجة على الهواء النهاردة في مدودة الطايرة انا روحت لقلات كابتر رقوف وكلمته وسأله وواضح عادت في كماعة مقفول 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 يا كابتر ده النادي الاهلي صح يا جماعة النادي الاهلي مش محتكر على واحد صح النهاردة انت بقولك بتكون لعيب بعد كده ادارة بعد كده بتكون في المسؤول بعد كده تتعطف الجنينة تتعطف الجنينة زبط كده احنا اسراء يا جماعة اسراء هاد هي عائلة الاهلي يا كابتر يا كابتر انا بقول لأي العائف ناد الاهلي اللي عب يتفضل يكون موجود في النادي يبقى في الهوطاجة مش لازم يكون شغال في النادي عشان روح النادي مش لازم يا جماعة تعالوا جوه النادي النهاردة عشرة شغالين السنة الجاية في عشرة تانين السنة اللي بعد هي عشقوا هكذا موضوع الولاد ده في الآخرة فاللي بقوله احنا اسرة واحدة هتمنى الاسرة واحدة دي تيبقى سابورت من كل اتجاهات خلي بالك دي دي اهم من قطة في الموضوع مفيش حد عارف كل حاجة ومحدش هيشتغل لوحده لما يشتغل في منظوبة كلها بننجح وكلها بنبسط وديه ادى النتيجة بتاعكتها انه بيكون عندنا كقوس وفتولات فرب نيك نبسد الله نورة برضو بتقول على فكرة كابت خالد كنت بدعم تمسم من السنة اللي فاتت عشان انا بثق في الكوتش اوجستي واختياراته اه اوجستي كان في مطش الهلال بص حد بعيتلي صورة بيقولي ان هو كان في مطش الهلال ايواء باشي با هو يبا هو صح يبا هو صح يبا هو صح خلاص يبا هو صح ده محمد خليفة بعيتلي الصورة بيقولي لا ده اوجستي كان في مطش الهلال يبا هو هم صح هم صح طبعا هم صح طبعا من نجاح لنجاحه العام القادم افضل ان شاء الله انا اتمنى كرة الطايرة ترجح جماعة كرة الطايرة لا 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 بصبع جماعة كرة الطايرة كسبت على فكرة من ست بطولات كسبنا اربعة فيعني خليني بس هنكمل في الكلام ده كله الالعاب الصلاة مش قلقين بوجودك يا كابتن خالد ومساندة مجلس الادارة الدائمة من طميه لعبة الصلاة يا كابتن خالد بوجودك لا ما طميهش قوي لازم تقل عشان تنجح لازم تقل عشان تنجح كابتن خالد هلا حننزل بقى عمار فرق الطايرة رجال وفيه تدعمات قوية الموسم ده هنتكلم شوية وحنتكلم عن الطايرة الحقيقة اسئلة كتيرة جدا جدا انا كابتن خالد ولكن برضو جايا لي من المعظم لعبة السلة رجال كانوا مسافرين برا مصر تعرف اللي يومين ده العجازة فاللي مختفي واللي مسايف يقول لي هنا لكن بعد الموسم ما خلص هم كانوا يعني كانوا يستنيني اسبوع عشان يعني لو فيه اي شوف الدنيا فيها اي اه الدنيا فيها يعني كده اخلو اختلف من اخلق بصراحة شديد انا كان النادي مفروض كان فيه اه في حفل تكريم مش المفروض هو فيه فكنا بنحاول نعملها بس اذا ما حاجتش ظروف وان شاء الله قريب بإذن الله كان كنت مفروض حتى بيتكلم فيها النهاردة وبيقول لي المعيد المناسبة وكده فقريب جدا كل فرق هتكرم في النادي فهم خلاص بعد موسم تقيل جدا العب عايز يفك صح عايز يجري بالرياضة صح واخر بالك فيه ضغط 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 طول السنة فخلاص بحقه لازم يسافر وليزم يفكه عن نفسه يعني ترجمة نانسي قنقر